اهلا بكم في فيديو جديد على قناة ليستات النهاردة هنتكلم عن الفنانة الجميلة امي سامر غانم وجزء الفنان حسن رداد بعد الاخبار الكتير اللي طلت والمنوشات الكتير اللي طلع في الساعات اللي فاتت عن حمل امي وبعد اعلان جزء حسن رداد انه مش هيسمي بنته دلال على اسم حمايته الفنانة الرحلة دلال عبدالعزيز هنعرف التفاصيل بس ابل اي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك وفعل زرار الجرس على كل الاشعارات ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجي لك لحد عندك وما تنساش تقول لي رأيك في موضوع الفيديو في الكومنتات رجعا من تاني الكلام عن حمل الفنانة المصرية امي سامر غانم بعد انتشار اخبار في الساعات اللي فاتت بتأكد ان امي حامل والحقيقة الاخبار دي اعتمنت على سؤال بريق اتوجه للفنان حسن رداد وربما يكون السؤال ده مش بريق قوي والسؤال بيقول امتى هنشوف حسن رداد اب فرد حسن رداد على السؤال ده وقال ربنا نسهل ان شاء الله وبعد الكلام ده بساعات قليلة اتسألت دنيا اخت امي عن حمل امي فقالت دنيا خلونا في الشغل احسن وبلاش نتكلم في موضوع امي بعد كده طلعت اخبار كتير عن حمل امي بتأكد ان امي حامل فعلا بناء على كلام حسن رداد وتهرب دنيا من الرد على السؤال ومن هنا بدأت الناس تتكلم عن حمل امي وليه امي بيتداري حملها وهل فعلا خايفة من الحسد علشان كده مش بتعلن عن حملها الغريف في الموضوع ان الحد دلوقتي امي لسه مطلعتش ومتكلمتش في الموضوع ده رغم ان جزها تكلم واختها كمان اتكلمت لكن امي نفسها لسه متكلمتش لحد دلوقتي وكان اخر ظهور الفنانة امي سامير غانم في العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح الفيلم اللي بيقوم ببطولته جزها الفنان حسن رداد وكلنا لحظنا وقتها ان امي وزنها زايد بشكل ملفت جدا للنظر ده غير انها كانت دايما حتى شنطتها على بطنها وكأنها بتداري بطنها بالشنطة دي وكانت في اغلب الصور بتحاول انها تداري ورحص الرداد علشان تخبي بطنها ومن وقت الظهور ده واخبار حمل امي مالية السوشيال ميديا وكانت قالت الاخبار اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي اكدت ان امي حامل قالت انها حامل في شهر السادس وكان ظهر حص الرداد من كم يوم في اللقاء مع الاعلامي مصطفى الاغا وقال ان اول بيبي دي لو كان بنتها هيسميها فادية على اسم والدوته اللي يرحمها ولو ولد هيسميه فادي على اسم اخوه اللي يرحمه وقالت الاخبار ان امي عمله الصنار وتأكدت انها حامل في بنت وبناء على كلام حصن الرداد في انه هيسمي بنته فادية على اسم والدته رحمة الله عليها ولو لاحظنا ان في الفترة اللي فاتت اختفت امي تماما عن الظهور سواء عن المشاركة في اي عمل فني وحتى في الاعلام مش بتظهر خالص اللي لو كان الظهور بسيط جدا على السوشيال ميديا من خلال نشرها لبعض الادعية لولدها وولدتها رحمة الله عليهم على حسابها في موقع انستجرام والمرة الوحيدة اللي نشرت فيها الصورة لجزء حصن الرداد كتبت عليها ابو علي وانهالت التعليقات وقتها على الصورة دي وبدأت الناس تبرك لها على انها يعني حامل في ولد وهتسمي علي علشان كده غيرت امي البوست وشالت كلمة ابو علي وكتبت بدلع حسونة دلع حصن الرداد وكمان اسم ابو علي هو دلع لحصن الرداد فما كانش فيه اي داعي ان الناس تفهم الموضوع غلط والحياة دي مش اول مرة ينتشر فيها خبر حمل امي سمر غانم لكن كان في كل مرة بيطلع فيها الخبر ده كان بيظهر حصن رداد وان في الخبر ده بس المرة دي مطلعش حصن رداد واكتفى بس انه قايل ربنا السهل وفي مرة تانية قال لو جيه ولد هنسميه فادي ولو بنتها هنسميها فاديا والحياة المقربين من امي سمر غانم قالوا ان امي حامل فعلا وانها مصر ان هتخاب بموضوع الحمل ده لانها بتخاف جدا من الحسد وفي النهاية احنا اكيد بنتمنى كل الخير للجميلة امي سمر غانم والجزء حصن رداد وبنقول لامي ربنا قوامك بالسلامة امي لو كنت حامل فعلا اما لو كانت الاغبار اللي بتقول انك حامل دي مش حقيقية فربنا يرزقك الزورية الصالحة ويعودك عن فقدان ولديك كل خير ربنا عاوده كبير قوي وانا بشكركم جدا لانكم كاملتم معايا الفيديو لحد دلوقتي على وعدة باللقاء جديد والحد هنا يكون الفيديو خلص لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة والى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد سلام